فصل جديد من فصول الصراع خسرت فيه واشنطن هذه المرة في مواجهة بكين مدمرتها الصاروخية يو اس اس باري اخترقت المياه الاقليمية في بحر الصين الجنوبي فكان مصيرها الطرد من قبل البحرية الصينية واشنطن المنهكة التي يتكرر خطأها في اختيار اولوياتها وفي ظل ازمتها الداخلية الحادة في معالجة انتشار فيروس كورونا تبدو كمن اختار ان يفتعل واقعة كان يمكن ان تتسبب بسهولة في وقوع حادث بحسب ما نقلت صحيفة جلوبل تايمز الصينية عن الجيش الصين مع تجديد التعبير عن قناعتها بانه في ظل اكبر ازمة يواجهها الغرب لا حل سوى في التعاون تأتي هذه الحادثة كمناسبة لتكرر التحذير من ان الاعمال الاستفزازية الامريكية هي انتهاك خطير للقانون الدولي وسيادتها ومصالحها الامنية ولتحث الحكومة الامريكية على التركيز على احتواء تفشي الوباء بدلا من زعزعة الامن والسلام الاقليميين متحدث باسم الجيش كشف ان قوات البحرية وسلاح الجو تابعت المدمرة عندما اخترقت المياه وراقبت مسارها وطردتها وهي المرة الاولى التي تعلن فيها قيادة المسرح الجنوبي للجيش الصيني عن حادث من هذا النوع في يوم وقوعه نفسه بحسب الصحيفة موقف الصين من التحرش الامريكي وتعريد العالم كله للخطر يأتي بعد مواقف ايرانية مشابهة على الامريكيين ان يعلموا ان هذا الخليج اسمه الخليج الفارسي لا خليج نيويورك او واشنطن وهذا الشعب حافظ على امن هذا الممر المائي منذ الاف السنين عليهم ان يدركوا الحقيقة وان يكفوا عن التأمل على شعبنا وعليهم ان يعلموا ايضا ان الجيش والحرس التوري وكل القوات المسلحة كانوا وسيبقون الحماة لهذا الممر المائي المهم وبالقوة توعد واشنطن كبير متحدثي القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي هددها بتلقي صفعة اقوى من قبل اذا شنت ادنى اعتداء على المياه الاقليمية الايرانية ومصالح الشعب الايراني